وقعت تنزانيا وإثيوبيا اتفاقيات مع كوريا الجنوبية للحصول على قروض بمليارات الدولارات قالت تنزانيا أنها ستفرض 2.5 مليار دولار من كوريا الجنوبية خلال السنوات الخمسة المقبلة في صورة قروض ميسرة في المقابل ستستخدم كوريا الجنوبية موارد المحيطات والمعادن في تقنية الطاقة النظيفة مثل النيكل والليثوموغرافيت وتعقد كوريا الجنوبية قمة مع وفودي 48 دولة في إفريقيا غدا في إطار مساعيها للوصول إلى موارد معدنية مهمة في إفريقيا تفتح لها سوق تصدير كبير